كذلك أوضح مدبولي أن مؤسسة جولدمان ساكس العريقة أصدرت تقريراً إيجابياً عن مصار الاقتصاد المصري في سبتمبر الماضي مضيفاً أنها توقعت هبوطة ضخم إلى ما دون 10% بنهاية 2025 نحابب أن أنا أشير إليك ناحية جيدة جداً الخبراء الاقتصادية أرجو أن هم يكونوا تابعوا أن هناك مؤسسة كبيرة جداً اللي هي مؤسسة جولدمان ساكس طلعت في آخر سبتمبر تقرير على مصر ودي يعني واحدة من أهم المؤسسات الاقتصاد العالمية اللي بتحلل ويعني بتتكلم على المؤشرات بتاعت هذا الموضوع طلعت تقرير مهم جداً على مصر أشارت فيه إلى أن مصر يعني المجمل فيه المجمل أن تقرير إيجابي تقرير بيكلم على أن مصر متحركة في المصاري السليم والصحيح بيشير إلى الارتفاع الاحتياطيات للنقد الأجنبي وبيشير إلى أن الدولة باستمرارها في السياسات اللي هي بتتحرك فيها ويمكن حنشوف الكلام ده لما معالي وزيرة التخطيط تعرض المؤشرات بتاعت الفترة اللي فاتت بتشير أن الدولة المصرية ماشية بطريق جيد جداً جداً في إدارة الأزمة والفترة الكبيرة اللي إحنا ماشيين فيها كل المؤشرات بتتجه للتحسن وتوقعتهم أن استمرار هذا الموضوع على مدار العامين القادمين إلا إذا برضو حصل حاجة إكسترنال بقى يعني تاني بعيداً عن أن لو دخلت فيه حاجة أكبر من الظروف اللي هي موجودة وأشاروا إلى إن ودي نقطة مهمة جداً بتتوافق مع اللي أنا قلت قدام حضراتهم توقعتهم للتضخم وأن التضخم حينزل إلى ما دون العشرة في المية قبل نهاية أو بحلول نهاية خمسة عشرين